أمر أن أبو العام بالإمارات المستشار حمد سيف الشامسي بحالة 84 متهما أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبو ظبي للتحادية الاستئنافية ويأتي ذلك لمحاكمة المتهمين عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم مشيرة إلى أنه بناء على معلومات وتحريات كافية أمر النائب العام بالتحقيق في وقاع هذه الجريمة